ربما أيضا يكون اشتياح تركيا إلى العراق وقبل يوم كان لدينا ضربة في الموصل الخطورة في الانفعال من دولتها إيران وتركيا إيران ربما تقرأ المعطيات قراءة دقيقة بسبب الضغط في جبهتها الداخلية وبسبب عدم رغبتها في تحدي الأسرة الدولية عموما لكن الخطر في تركيا أن تركيا هل ستقتنع بالحساب دورها وتغيير معبر الطاقة من أقليم كردستان باتجاه روج آفا وعني به أقليم كردستان سوريا باتجاه حفظ البحر المتوسط الذي سيؤسس وينظر إلى دولة عملاقة وإن كانت بأطر فدرالية ولكن للكرد سيكون لهم دورا فاعلا ومؤثرا في قادم الأيام هذا يثير حفيظة تركيا ويثير حفيظة إيران ولكن منسوب حفيظة تركيا سيكون أعلى لذلك نحن على اعتاب مثلا اشتياح تركي متوقع لسوريا وربما أيضا يكون اشتياح تركي إلى العراق وقبل يوم كان لدينا ضربة في الموصل ضربة في الموصل بدرون تركي بمعنى أكو نشاط فالقلق وين؟ هل القلق هو من صراع دولي؟ أم من صراع إقليمي؟ لطالما كان سببا في إجهاض قدراتنا وتوهينها وتفكيك الوحدة الإقليمية هذه بالحقيقة القمم تجعلنا في وحدة موقف يعني العراق إذا وجد أن هناك نوعا من الضغط الإيراني أو التركي وهو معزز بتوازن إقليمي ليس هين بالامتداد الخليجي بصول إلى مصر ومعززا باتفاقية إطار استراتيجي واتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة لا يستباح كما لو كان الحال أنه هو منفرد ومعزول تستبيح الدول ومقية الدول تقول لك أنا ما عندي مصلحة مع العراق لكن الآن الولايات المتحدة ستكون حاضرة خليني أسألك الحروب الأزمات الاقتصادية هي المقدمات إلى الحروب هكذا يقول التاريخ وهكذا ما أكو أزمة اقتصادية شوء الضير ولذلك الآن أنا لا أقول أكو أزمة لكن هناك ملامح لأزمة الآن الانخفاض الذي حصل في اليورو اليوم ما كانت تصرح به ألمانيا وتصرح به كندا أن هذا الشتاء قاسي لن يمر بدون الغاز الروسي يعني هناك ملامح هناك مقدمات مخيفة أنا أريد أن نناقشها معك هذه المقدمات هل ستحيلنا إلى الحرب إذا ما استمرت الحرب الروسية الأوكرانية بل ستفعل دور ستفعل دور الشرق الأوسط وستفعل دور منظمة غاز الشرق المتوسط بوصفها البديل لينقاذ سيؤمن انسيابية الغاز الطبيعي إلى أوروبا لينقاذ أوروبا على الحساب الروسي على حساب روسيا على حساب روسيا والصين وإيران لا روسيا ستعقد صفقة أطمئن أطمئن روسيا ستعقد صفقة